في حاجة نفسي أكلم حضراتكم عليها النهاردة عشان تعرفكم قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق القلب القلب اللي عملي ينقبض وينبسط 60-70-80-90 مرة في الدقيقة ده علشان يغزي جميع أجزاء الجسم العمليات الميكانيكية بتاعت الانقبض والانبساط دي بتتمي ازاي؟ بتتمي عن طريق تحفيز كهربائي يعني ايه؟ يعني فيه بطارية في القلب بطارية القلب دي بتقول للقلب إضرب 60-70-80 مرة في الدقيقة يوم القلب ينقبض وينبسط طاعة لجهاز الكهرباء اللي موجود ده طيب عدد نبضات القلب الطبيعية بتاعتنا كام؟ الطبيعية بتاعتنا من 60-90 ضربة في الدقيقة والقلب اللي عملي يشتغل من 60-90 ضربة في الدقيقة ده من حياة الجنين إلى آخر لحظة في حياة الإنسان طالت أم قصرت احنا ما بنحسش به ولا عارفين ان في حاجة جوه مكانة شغالة ولا سلم عن لها صوت ولا حسين بيها لكن في بعض الأحيان بقى بعض الناس يشعروا بنبضات القلب يحسوا ان القلب بيدق يحسوا ان في حاجة جوه سدروم بتلعب ده اللي اسمه خفقان القلب يبقى ما هو خفقان القلب بقى هو احساس الإنسان بنبض القلب اللي الطبيعي احنا ما بنحسوش طيب ايه اللي يخلي بعض الناس يحسوا بدربات قلبهم على عكس كل الناس يبقى احساس بالدربات القلب وخفقان القلب بيحصل لعدة أسباب لو ضربات القلب بتاعتي بطقت قوي خمسين اربعين فتبقى كمية الدم اللي هيدخافه المرة الوحدة قوية جدا تخلينا حسبيها يبقى بطء شديد في نظم القلب يتخليه الانسان يحسوا بالخفقان او اصراع شديد في ضربات القلب احنا بنقول ان عادة ضربات القلب الطبيعية بتاعت الانسان الطبيعي اثناء الراحة من ستين لتسعين لو جاء وانا قاعد وفي اماني لا ما بعملش حاجة ضرب على مئة وعشرين مئة وثلاثين مئة واربعين يبقى الاسراء الزايد ده يخلي الانسان يحس بيه او هو من ستين لتسعين برضو سبعين تمانين ستين خمسة وستين لكن مش منتظم واحدة تفوت واحدة تضرب واحدة تفوت واحدة تضرب يقوم الانسان يحس بيه يبقى خفقان القلب نتيجة ايه نتيجة ابطاء اكثر من اللازم او اصراع اكثر من اللازم او اضطراب في نظم القلب بحيث ما يقباش منتظم الحاجات تخليني احس بالقلب بتاعي طيب ايه اكتر حاجة مشهورة بتخلينا نحس ان القلب بيدق طبيعي جدا ان حضرتك لما تطلع السلم القلب بيفهم ان العضلات بتاعتك محتاجة دم يقوم يزود ضربات القلب بتاعته شوية عشان يغزي العضلات يبقى معا مجهود حيث ضربات القلب سريع ده طبيعي كلت وشربت المعدة هتشتغل وهتهدم الاكل وتمتص الاكل القلب يفهم ان الجهاز الهضمي محتاج دم الزيادة يزود الضربات بتاعته علشان يغزي الجهاز الهضمي ويقدر يقوم بالوظيفة بتاعته سبحان الله يعني بيفهم اه القلب بيفهم كل جزء من اجزاء الجسم محتاج ايه ويستجيب له علشان يقدي الوظيفة بتاعته طب لما جنام بالليل لما جنام بالليل المخ نام العضلات نامت الجهاز الهضمي نام القلب يهدي ضرباته لثلاثين واربعين ضربة في دقيقة طبيعيا اثناء النوم علشان يضخ على قد حاجة الجسم اللي محتاجه خفقان القلب ده قد يكون طبيعي علشان انا باكل انا بشرب انا شرب قهوة كتير انا مش نام كويس انا متوتر انا الان انا متخانئ انا شرب بيبسي ومن غير مرض في القلب وقد يكون استجابة القلب لمؤثرات خارجية نتيجة اضطراب هرمونات في الجسم او انيميا او غضة درقية او اضطرابات اخرى في القلبس او حمى قد يكون نتيجة ادوية انا باخد ادوية للزكام لتوسع الشعب الهوائية الحاجات تدخليني ضربات القلب تختلف وحس بيها وقد يكون نتيجة مرض في القلب مرض في الصمامات مرض في العضلة مرض في جهاز الكهرباء وادى الى الشعور بالخفقان اذا الشعور بالخفقان قد تكون له اسباب مرضية في القلب او في جهاز الكهرباء بتاع القلب او نتيجة اخذ ادوية او نتيجة استجابة القلب لمؤثرات خارجية في الغدد او في الانيميا او في غيرها او نتيجة ادوية او منبهات او اللي تنوم او حاجات منبهة او تدخين او اهوة او نسكافية او حاجات اخرى ادوية او كيمويات انا باخدها فمش كل خفقان في القلب معناها مرض في القلب ومش معنى ان انا حسيت بدربات قلبي مش معناها ان انا مريض بالقلب قد يكون الخفقان نتيجة مرض في القلب وقد يكون استجابة القلب لمؤثر خارجي اللي هيحدد ده السبب ايه والعلاج بتاع ايه هو الطبيب بتاعك فلما تحس بخفقان وقال ام منه روح له الدكتور ووصف له وهيكشف عليك ويعمل لك الابحاث يقول لك السبب ايه وعلاجه ايه اشتركوا في القلب